خلفت لائحة البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان والحريات في الجزائر جدلاً وردود فعل واسعة الخطوة الأوروبية ولدت موجة تنديدات من أحزاب سياسية من المعارضة والمولاة إضافة إلى الخارجية الجزائرية التي رأت في اللائحة إهانة بحق الشعب الجزائري كلهم أجمعوا على رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية تحت مسمى حقوق الإنسان والحريات الدينية والإعلامية إدانة تبعها شروع عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني في جمعية واقعة لمطالبة رئيس المجلس بضرورة عقد جلسة طارئة يكون هدفها تقييم اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي ودراسة اللائحة الأوروبية والرد عليها وفيما تبرز الدعوة لمراجعة العلاقة مع برلمان الاتحاد لا تستبعد بعض الأطراف في الداخل مقاطعة البرلمان الأوروبي في موازات ذلك تفاعل الغضب الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي وانتقد قطاع واسع من الناشطين ما عدوه تدخلاً أوروبياً في الشؤون الداخلية للجزائر وذهب آخرون إلى دعوة البرلمان الأوروبي إلى الاهتمام بالوضع في فرنسا والتجاوزات التي يرتكبها جهاز الأمن وقوات شرطة في حق المواطنين الفرنسيين يتزامن ذلك مع تسجيل احتجاج برلماني أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الجزائر في وقت يستغرب فيه بعض الأطراف إدانة البرلمان الأوروبي للجزائر حقوقياً مقابل غض النظر عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يرتكبها يومياً ضد الفلسطينيين موسيقى موسيقى